موسيقى عزائي المشاهدين الكرام مرة أخرى نلتقي معا ونسأل الرب أن تكون بركة علينا جميعنا في هذا الوقت أود أن أتكلم عن المرأة الفاضلة والقراءة المأخودة لهذا الموضوع هي موجودة في أمثال 31 ابتداء من عدد عشرة أمثال 31 عدد عشرة يقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآل امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآل لبارك الرب هذه القراءة المقدسة وأود بنعمة الله أني أذكر في أمثال 31 كيف للنبي سليمان الحكيم الذي تزوج عدد كبير من النساء واختبر الحياة في ملئها كيف له أن يعطينا هذا الأصحاح أصحاح 31 عن المرأة الفاضلة والحقيقة إذا قلنا امرأة غنية من يجدها سنلاقي نساء كثيرات غنيات امرأة جميلة من يجدها كثيرات منهن جميلات امرأة مثقفة من يجدها الآن كثير جدا من النساء مثقفات فليس جميلة وليس غنية وليس مثقفة بل هنا يتساءل الحكيم سليمان قائلا امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق لآله يعني ليس هناك ثمن إلها تقدر به بل هي أعظم من أي ثمن تقدر به وهنا في بعض النقاط في أمثال 31 اللي بتبين كيف أن هذه المرأة تكون امرأة فاضلة كيف نقول لهذه المرأة هي امرأة فاضلة فأنا همشي على مزمور على أمثال 31 ونطلع هذه الأشياء الصفات الموجودة حتى يدعوها الحكيم سليمان امرأة فاضلة وكل من أيضا يدعوها امرأة فاضلة أول شيء يقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق لآله والسبب الأول أنها امرأة فاضلة هنا في عدد 11 بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة فلا يمكن للمرأة أن تكون فاضلة إذا كان قلب زوجها لا يثق فيها فأول شيء تدعى المرأة فاضلة هي نتاج الثقة ثقة الزوج في مراته يجعلها فاضلة أما إذا كان لا يثق فيها لا نستطيع أن ندعوها فاضلة إلا بالطبع إذا كان هذا بغير وجه الحق نحن نتكلم من جانب وجه الحق فامرأة فاضلة بها يثق قلب زوجها الراح مشوار يتطمن عليها إن فيه مصاريف يتطمن أنها تكون حكيمة في كل تصرفاتها وفي كل أقوالها وكل ردود أفعالها هو يثق بمراته تماما فهنا السيدات الفاضلات السمعين يعرفوا أن لا يمكن أن تكون المرأة فاضلة ما لم يثق بها قلب زوجها في أقوالها وفي أفكارها وفي أفعالها وفي كل تصرفاتها فهنا الشهادة جاية من الزوج وبالطبع إذا الشهادة جاية بالعكس تماما إذا كان عن الزوج بدا تكون من زوجته نحن لا نتحيث لهذا أو ذاك لكن نحن نقول فقط نتكلم عن المرأة بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة يعني إذا احتاج إشي بيلاقيه هي مدبرة بكل شي وشاطرة بكل إشي وزوجها بيثق فيها بكل الثقة فلكي تكون فاضلة عامل الثقة مهمة جدا لكي تدعى المرأة فاضلة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها عدد 12 تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها لأننا بنعرف السيدات بيصنعوا خير مش شر لكن مرات مش كل أيام حياتها كل ما هي مبسوطة تصنع له الخير كل ما هي رائج مزاجها تصنع له الخير كل ما هو مرضيها تصنع له الخير لكن مش كل أيام حياتها المرأة الفاضلة تصنع الخير لزوجها كل أيام حياتها ففعل الخير عندها مش مشروط مش إذا كان كويس أنا بيعامله كويس وإذا كان وحش أنا بيعامله وحش ده هي نبدأ فيها هي امرأة خيرة يعني بطبعها وتصنع الخير له كل أيام حياتها هذه الصفة الثانية من صفات المرأة الفاضلة أن محبتها لزوجها غير مشروطة أولا زوجها يثق فيها ثانيا محبتها لي غير مشروطة المحبة المشروطة لا تنفع في الحياة الزوجية السعيدة بل يجب أن تكون المحبة غير مشروطة تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين وهنا هي امرأة عاملة هي امرأة متواضعة امرأة متواضعة يعني هنا تشتغل بيدين راضيتين لا تتأفف لا تقول له أنا لازم تجيب لي خادمة أو تجيب لي كذا أو تعمل لي كذا هي قدر إمكانها تعمل كل جودة أن تشتغل بيدين راضيتين ليس بالتذمر أو بالتأفف بل أن تكون حبها لزوجها أو الأولادها يجعلها تقبل وتشتغل بيدين راضيتين دون أن تتذمر أو أن تتأفف هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد تجلب طعامها من بعيد وهنا طبعا هذه المرأة النشيطة التي تجلب طعامها من بعيد هي إمرأة نشيطة يعني ليس من قريب تجيب حتى لو كان بعيد تعمل وإنما كان هي قادرة أن تدبر أمور بيتها وأمور عائلتها حتى لو كان هناك صعوبة أن كان الموضوع المتيسر هي التي تعمل على تسير هذا الأمر تشتغل بيدين راضيتين فهي نشيطة كما قلنا هي مخلصة وهي محبتها غير مشروطة لزوجها وهي متواضعة تجلب طعامها من بعيد وهي متواضعة تشتغل بيدين راضيتين وهي نشيطة تطلب طعامها من بعيد أيضا هنا بعدد عشرين يقول تبسط كفيها للفقير تبسط كفيها للفقير فالمرأة الفاضلة هي في الأساس امرأة رحيمة امرأة كريمة يعني هي بتنوب عن البيت كله في أنها تعطي الفقير وتعطي المسكين وتعطي المحتاج وهكذا هي امرأة كريمة وهي أيضا امرأة رحيمة بحد ذاتها لا تخشى على بيتها من الثلج حدد واحد وعشرين لا تخشى على بيتها من الثلج لأن كل أهل بيتها لابسونا حللا إذن هي امرأة مدبرة يعني لما يجي الشتة شو تعمل وقبل ما يجي الشتة تجهز وتعمل صوف وكتان وكل شي حتى الشتة لما يجي تكون هي جاهزة مش تتفاجأ في الصيف تعمل الصيف وفي الشتة تعمل الشتة هي إنسانة مدبرة مش تترك الأمور لأن يأتي الوقت المتأخر فهي أيضا امرأة مدبرة وهنا بعدد تلاتة وعشرين بيقول زوجها معروف عند الأبواب حين يجيس بين مشايخ الأرض زوجها معروف في الأبواب حين يجيس بين مشايخ الأرض وهنا يبين عليها أنها امرأة أصيلة امرأة بترفع زوجها امرأة بتعلي زوجها ما من الآخرين مرات المرأة تجرب لنا تنتهر زوجها أو تتهكم عليه أو تنزل من قيمته وهكذا لكن الامرأة الفاضلة بالعكس ترفع من شأن زوجها لدرجة أنه الناس يشوروا عليه ويقول لهذا شيخ من المشايخ كأنه شيخ من المشايخ عايش لأن امرأته هي التي تحترمه وامرأته هي التي تعضده زوجها معروفة في الأبواب حين يجيس فهي امرأة أصيلة وهي هنا تتكلم أيضا بعدد 25 العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي تضحك على الزمن الآتي يعني تضحك على الزمن الآتي ما بتخاف من المستقبل هي امرأة مؤمنة هي امرأة روحانية امرأة بتسلم أمورها للرب وعارفة أن الرب بيدبر لها حالة ما تخاف هي ما تخاف أو تضطرب أو تخلق زوجها معاه وتقول له كيف بدنا نتصرف وشو بدنا نعمل والحال صار أسوأ وهكذا لا هي امرأة مؤمنة تضحك على الزمن الآتي مش تخاف من الزمن الآتي بل هي تضحك عليه بمعنى أنها لا تهتز وخوفا من الزمن الآتي يقوم أولادها يطوبونها وده حاجة عظيمة جدا الأولاد يقوله يا بختنا بأمنا أولادها يطوبوها الأم اللي أولادها ما يطوبوها فيه شك فليش أولادك ما يطوبوك أنت اللي تعبت عليه وعملت 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 ليش ما يطوبوك فلابد أن تكون المرأة الفاضلة امرأة مطوبة مطوبة من أولادها دائما يطوبوها ويقول يا بختنا إحنا بأمنا وهكذا هي المرأة الفاضلة أيضا يقول هنا بعدد 30 يقول الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح فالمرأة الفاضلة هي التي تمدح ومن يمدحها زوجها يمدحها أولادها يطوبونها وزوجها يمدحها لأنها امرأة فاضلة ولأنها هي أيضا متقية الرب فليتنا نتأمل في حياة المرأة الفاضلة أولا هي امرأة مخلصة لزوجها بها يثق قلب زوجها هي تطنع له خيرا لا شرا محبتها لزوجها غير مشروطة وهي أيضا تجلب طعامها من بعيد هي نشيطة وتشتغل بيدين راضيتين هي متواضعة تفسد كفيها للفقير فهي كريمة ورحيمة لا تخشى على بيتها من السلب هي امرأة مدبرة وأيضا تضحك على الزمن الآتي فهي امرأة مؤمنة بالله وتؤمن الله قادر أن يسدد كل احتياجاتها يقوم أولادها يطوبونها هي امرأة مطوبة من أولادها وأيضا هي امرأة يمدحها زوجها فإليتنا عزيزاتي السيدات وأعزاء السادة الأزواج والزوجات يليتنا أن نكون فاضلين الرجل فاضل تجاه زوجته والمرأة فاضلة تجاه زوجها وهكذا نحن فمؤمنين علينا أن نقول بيتنا هو مذبح العائلة ويقول امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك بنوك مثل غروس الزيتون حول مأدتك هكذا يكرم الرجل أهل المتقي الرب فإليتنا تكون بيوتنا بيوت سعيدة لأن بيوتنا هي الأساس وبيوتنا هي التي نربي فيها أولادنا ونعدهم حتى عندما يأتي المسيح على سعاب المجد نقول هأنا ذا يا رب والقطيع الصغير الذي أعطي لي غنم مجدك أعزائي فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى فابقوا معنا أعزائي المشاهدين الكرام تكلمنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن المرأة الفاضلة وفي الجزء الثاني سوف نكمل ونتكلم عن أفضلية قلب المرأة أفضلية قلب المرأة على الرجل وطبعا هنا لا نريد أن ندخل في موضوع المنافسات ولكن هي كلمة للحق والحقيقة ينبغي أن تقال أولا إن المرأة كما يقال إن المرأة تحب أفضل من الرجل فمن ناحية العاطفية عند المرأة المحبة أفضل طريقتها أفضل عند المرأة من الرجل لماذا؟ لأن المدخل إلى قلب الرجل هو عقله بينما المدخل إلى عقل المرأة هو قلبها هذه كلمات فلسفية بعض الشيء لكن إذا درسناها بعمق نستطيع أن نعرف أن محبة المرأة أفضل من محبة الرجل لماذا؟ لأن المدخل إلى قلب الرجل هو عقله الرجل منطقي حتى في حبه منطقي أما المرأة فإن المدخل إلى عقلها هو قلبها يعني ما بتقدر تخش عقلها ما لم تدخل قلبها الرجل العكس ما بتقدر تدخل قلبه إذا أنت ما دخلت عقله ففي الناحية العاطفية بتظل المرأة أفضل من الرجل أيضا أن حب الرجل للمرأة يغلب عليها الطابع الجسدي للأسف غالبا هذا يغلب عليها الطابع الجسدي بينما حب المرأة للرجل يغلب عليها الطابع الروحي ففي الحياة الزوجية المرأة حياة مغلفة بطريقة روحانية ويتأخذ الأمور بجدية الروح وليس فقط أنه علاقة جسدية يعني بين الرجل والمرأة فقط لكن تغلب عليها الناحية الروحية والناحية الروحية هي التي تدير المرأة أن حب الرجل للمرأة يغلب عليها الطابع الجسدي بينما حب المرأة للرجل يغلب عليه الطابع الروحي وهنا أفضلية حب المرأة على الرجل قيل إن العالم هو قلب الرجل بينما المرأة قلبها هو عالمها قيل العالم هو كله قلب الرجل بينما المرأة قلبها نفسه هو عالمها فطبعا هي عاطفية وهي بتحب المودة والأمور الاجتماعية وتقدر هذه الأمور أكثر مما يفعل الرجل لذلك هي أشد قوة وأكثر عمقا في حبها للرجل عندما تحب شخص تحب بكل جوارحها وبكل قلبها بل بكل حياتها أما الرجل فالحب عنده هو جزء من كل وليس كل المرأة الحب عندها كل بينما الرجل هو جزء من كله فعمله يغلب على محبته هو يحب عمله ويحب عيلته زوجته بينما المرأة بيتها هو كل شيء بالدرجة الأولى ومن ثم أي شيء آخر وكما قالوا كلما زاد حب الرجل زادت سطحيته وكلما زاد حب المرأة زاد تعمقها شوف كداش العكس تماما الرجل لما يحب بيكون سطحي وتصرفاته قد تكون زي الطفولية بينما المرأة عندما تحب تتعمق أكتر وأكتر ويزيد تعمقها فهنا أفضلية حب المرأة على حب الرجل أيضا المرأة واقعية في حبها بينما الرجل إذا أحب بنت بده هذه البنت تكون هو أول شخص في حياته ما تكونش عرفة حتى قبل منه بينما المرأة لا البنت لا هي تريد أن يكون هو آخر واحد في حياته حتى يكون قد اختارها بعد دراسة إذن هنا إن المرأة أكثر واقعية في الحب فبينما الرجل يريد قبل الزواج أن تكون المرأة أن يكون هو أول رجل في حياة من تحبه تريد المرأة أن تكون آخر في حياة من يحبها آخر في حياة من يحبها آخر واحدة فهنا المرأة تكون أكثر واقعية من الرجل لذلك هي أفضل من الرجل تعتبر المرأة بطبيعتها الأنثية أو الأنثوية أكثر شرفا من الرجل طبعا ما ناخدش من ناحية خلقية أو لا نحن نحكي من طبيعة الأنثوية تعتبر المرأة أكثر شرفا من الرجل لماذا؟ لأن الخيانة عندها تعتبر انكسارا طبعا نحكي عموما لا أقول عن المؤمنين بل أحكي أنا عموما بينما يعتبر الرجل بطبيعة الذكرية يعتبر الخيانة انتصارا لذلك إذا أراد أن يتحدث عنها يتحدث بمجاحة بينما المرأة إن أرادت أن تتحدث عن الخيانة تتحدث بانكسار انكسار قلب كيف فعلت هذا الشر العظيم إذن المرأة بالطبيعة بالطبيعة هي أكثر شرفا من الرجل حفاظا على إيش؟ على طبيعتها الأنثوية وهنا هكذا الرجل وهكذا المرأة في الحب نجد أن المرأة أفضل من الرجل الرجل منطقي في حبه فهو يحب بعقله بينما المرأة أعظم المرأة تحب بقلبها وبوجدانها والحب يغضي كل حياتها لذلك إحنا بنشوف المرأة ممكن تتجوز واحد أكبر منها سنًا بكتير أو أصغر منها سنًا بكتير أو أفقر منها أو هكذا ممكن جدا ليش؟ لأن حبها عظيم يغطي على هذه النغاقص أما الرجل حبه بمنطقه يوزن الأمور يوزن الأمور تماما بالعقل أما المرأة فهي حبها عظيم جدا وجارف عنه قادر أن يكسر كل الموانع وأن ينتصر الحب في النهاية وأيضا الرجل المرأة غالبا أكثر إخلاصا من الرجل لذلك غيرتها على زوجها تكون مبالغ فيها أما الرجل غيرت على زوجته غيرت على شيء خصه أو شيء يمتلكه المرأة لا غيرتها على حياتها كلها إذا غالت على زوجها الحياة كلها كأنها تغير على كل الحياة وليس فقط على شخص معين عشان هيك عواطفها بتكون مبالغ فيها مبالغ فيها لأنها تخاف على كيانها وعلى حياتها أما الرجل فغيرت تكون على شيء فقط يخصه لذلك المرأة أفضل من الرجل في هذا الأمر أيضا نرى أن الدفع الجنسي عند الرجل البيولوجي بينما الدفع الجنسي عند المرأة هو عاطفي المرأة أكثر عاطفيا وليس ناحية بيولوجية فالرجل يستطيع أن يمارس الجنس دون حب بينما المرأة على العكس تماما لا يمكن أن تفعل هذا فالمرأة تأخذ العاطفة كأمر مقدس يبد أن يكون موجود قبل أي ممارسة جنسية هكذا المرأة تتميز على الرجل كثيرا ما يفصل الجنس الرجل كثيرا ما يفصل بين الجنس والعاطفة لكن المرأة لا تستطيع أن تفصل بين هذا وذاك بل الجنس هو نتيجة العاطفة والعاطفة هي من أولويات الجنس أن الرجل يشبع قيمه يشبع ذاته بعمله أولا ومن ثم ببيته المرأة لا تشبع ذاتها ببيتها وبعدين بعملها فالمرأة عندها النحية العاطفية أقوى جدا من الرجل وأقدس جدا من الرجل فبيتها هو مملكتها بينما الرجل نجاحه في عمله يعتبر نجاحه الدرجة الأولى نجاحه ببيته درجة تانية المرأة على العكس نجاحها ببيتها درجة أولى ونجاحها في عملها درجة تانية عكس الرجل وطبعا الرجل يعتبر أنه العمل هو الذي يمد بالاحترام والشعور بالقيمة طبعا نحن نشوف المرأة مرات تكون متقلبة في عاطفها مرات تكون متقلبة في عاطفها إما تكون حارة مرات حارة ومرات تكون فاترة بعاطفها لكن نادرا ما تكون فاترة يتكون حارة يا باردة حارة أو باردة لكن نادرا ما تكون فاترة لأ الرجل ممكن يكون فاتر وتمشي الأمور عادي وهذا طبعا شي خطأ ليتك حارا أو باردا ولكنك فاتر وأنا مزمع أن أتقيأك من فمي لهكذا تتميز المرأة على الرجل بأن عواطفها دائما واضحة إما حارة أو باردة ولكنها ليست فاترة الرجال يحبون قليلا وغالبا يحبوا حبوا قليل ويحبوا ناس كتير بينما المرأة تحب كتير ونادر إذا حبت واحد وبس تحبه كتير كتير لكن نادر بس شخص واحد بينما الرجل يحب كتير ويحب ناس كتير ويحب كمية من الحب قليلة فهذا تميز المرأة على الرجل أن حبها دائما كثير ونادر وهو مخصص لشخص واحد في الحياة الزوجية أن المرأة ترى أعمق في حياتها الزوجية لأنها بتضيف مشاعرها على كل شيء ما فيش شيء في الحياة إلا ما تحط مشاعرها فيه ومشاعرها يأما تغلب الأمر أو تبعد الأمر لا تغلبه يأما تبعد الأمر فإن المرأة ترى أعمق في حياتها الزوجية لأنها تضيف مشاعرها إلى كافة الأمور بينما الرجل يرى أبعد منها لأنه يضيف عقله إلى كافة الأمور إذن في الأمور العاطفية هي ترى أعمق أعما بالنمور العقلية هو يرى أعمق لأنه إنسان عقلاني أكتر بينما هي عاطفي وأنا هنا بيتكلم عن أفضلية قلب الرجل ما قلت أفضلية قلب المرأة ما قلت أفضلية عقل المرأة قلنا أفضلية قلب المرأة وطبعا نحن نعرف أن المرأة والرجل متساويين أمام الله الرجل والمرأة لا ذكر ولا أنثى الجميع واحد في المسيح لكن نحن نحكي من جانب اجتماعي بحث ليس من جانب ديني أو من جانب أخلاقي إن ده أفضل من ده أو ده أحسن من ده ما بنقول إيه أحنا بنقول الواقع إيش هو واقع عادي سواء كان صح أو كان خطأ لكنه واقع ملموس ونحن نراه بأنفسنا وهنا بالرغم من قوة الرجل الجسمانية شوفوا كيف المرأة بالرغم من قوة الرجل الجسمانية إلا أن المرأة أقوى منه في تحمل الآلام تحمل الولادة وتحمل رعاية الأطفال تحمل الأمور فالرجل أقوى بالجسد في العضلات بل هي أقوى في التحمل خاصة في الأمور العاطفية هكذا المرأة تتميز على الرجل أيضا تعتبر المرأة أفضل في الناحية الاجتماعية في التعامل الاجتماعي المرأة أفضل من الرجل في التعامل الاجتماعي فالولد عندما يولد يكون ينفصل عن أخو الولد ما يلعبش معه يتنافس بينما البنات لما يلعبوا يتعاونوا مع بعض وما فيش مين أحسن من التاني كلنا نتعاون وكلنا نستمتع مع بعض فإليتنا كسيدات أن نعرف أن الرب أعطاهم هذه الميزة الميزة العاطفية القوية ويجب أن يحافظوا عليها ولكن علينا أن تكون للبنيان لا للهدم أعزائي أفستودعكم الله وفي النهاية أود أن أقول لكم لا تنسوا الإيميل الظاهر أمامكم مع رقم التليفون الرب بارككم وله المجد آمين